بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان قبس من العقيدة الإسلامية الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حافظه الله الدرس الثالث والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد خاتم رسله وأفضل أنبيائه وعلى آله وصحبه وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة امتدادا لأحاديثنا السابقة عن أنواع من الشرك يمارسها بعض الناس إما عن جهل أو تساهل أو تقليد ولا شك أن أمر العقيدة من أهم الأمور ولا يجوز فيه التساهل والتقليد وإنما يجب الاحتياط له بأقصى ما يمكن وتلقيه من الكتاب والسنة ومن هذه الأمور التي يقع فيها بعض الناس التطير وهو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع والأشخاص وغير ذلك فإذا عزم الشخص على أمر من أمور الدين أو الدنيا فرأى أو سمع ما يكره أثر فيه ذلك أحد أمرين إما الرجوع عما كان عازما عليه تطيرا وتأثرا بما رأى أو سمع فيعلق قلبه بذلك المكروه ويؤثر ذلك على إيمانه ويخل بتوحيده وتوكله على الله وإما أن لا يرجع عما عزم عليه ولكن يبقى في قلبه أثر ذلك التطير من الحزن والألم والهم والوساوس والضعف فيجب على من وجد شيئا من ذلك في نفسه أن يجاهدها على دفعه ويستعين بالله ويتوكل عليه ويمضي في شأنه ويقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك والتطير داء قديم ذكره الله عن الأمم الكافرة وأنهم كانوا يتطيرون حتى بخير الخلق وهم الأنبياء وأتباعهم المؤمنون كما ذكر الله عن فرعون وقومه أنهم إذا أصابتهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه وكما ذكر الله عن قوم صالح أنهم قالوا له اتطيرنا بك وبمن معك وكما ذكر الله عن أصحاب القرية أنهم قالوا لرسلهم إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم وكما ذكر الله عن المشركين أنهم تطيروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله ذلك في قوله تعالى وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ وهكذا دين المشركين واحد حيث انتكست قلوبهم وعقولهم فاعتقدوا الشر بمن هو مصدر الخير وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وما ذاك إلا لتمكن الضلالة في نفوسهم وانتكاس فطرهم وإلا فالخير والشر كلاهما بقضاء الله وقدره يجريان حسب حكمته وعلمه تفضلا وعدلا فالخير تفضل منه وجزاء على فعل الطاعة والشر عدل منه وجزاء وعقوبة على فعل المعصية ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك والتطير شرك لكونه تعلق على غير الله واعتقاد لكونه تعلقا على غير الله واعتقادا بحصول الضرر من مخلوق لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولكونه من إلقاء الشيطان ووسوسته ولكونه يصد عن ذكر الله ويتعلق بالقلب ويصدر عنه خوفا وخشية وهو ينافي التوكل واسمعوا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم محذرا عن التطير فقد روى الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وقال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة متفق عليه وعن ابن مسعود مرفوعة الطيرة شرك الطيرة شرك وفي صحيح مسلم عن معاوية ابن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا أناس يتطيرون قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو من نفسه وعقيدته لا في المتطير به فوهمه وخوفه وإشراكه الذي يطيره ويصده تأثرا بما رآه أو سمعه فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض فقطع علق الشرك من قلوبهم فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها وبادر خواطرها قبل استمكانها قال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح فقال رجل من القوم خير خير فقال ابن عباس لا خير ولا شر فبادره بالإنكار عليه لألا يعتقد تأثيره في الخير والشر وكذلك سائر المخلوقات لا تجلب خيرا ولا تدفع شرا بذاتها وقوله صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفأل بين صلى الله عليه وسلم الفأل بأنه الكلمة الطيبة وإنما أعجبه الفأل لأنه حسن ظن بالله والعبد مأمور أن يحسن الظن بالله والطيرة سوء ظن بالله عز وجل وتوقع للبلاء والعبد منهي أن يسيء ظنه بالله ومن هنا جاء الفرق بينهما في الحكم لأن الناس إذا أملوا الخير من الله علقوا قلوبهم به وتوكلوا عليه وإذا قطعوا آمالهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر والتعلق على غير الله قال الإمام بن القيم رحمه الله ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموج بالفطرة التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب فكان يحب الحلواء والعسل ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب لسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر فإذا قرعت هذه الأسماء أسماعهم استبشرت بها نفوسهم وانشرحت لها صدورهم وقوي بها القلب وإذا سمعت أضدادها أو جبلها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك فأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت وعزمت عليه فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك انتهى كلامه رحمه الله أيها المستمعون الكرام ولنختم الكلام في هذا الموضوع بالحديث الذي رواه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك فتضمن هذا الحديث الشريف أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه وأما من لم يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله هذا ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالإيمان والتوكل عليه ويجنبنا طريق الشر والشرك إنه سميع مجيب وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد